لو انت تزنقت في برزنتيشن ومطلوب انك تعمل عرض عن موضوع معين ولازم انك تعمله في اسرع وقت ففيديو النهاردة حيساعدك ازاي تقدر انك تعمل برزنتيشن لأي موضوع انت عايزه في ثواني يارا بنا نبدأ خلونا قبل بنا نبدأ اعرفكو على موقع هستنجر لو انت عايز تعمل ويب سايت او تعمل موقع ليك ايا كان مجاله او تخصصه موقع هستنجر حيوفر لك كل حاجة حتحتاجها علشان تعمل ده من اول الدومين والمساحات لحد تصميم الموقع وتقدر انك تعمله ببابلش كامل من غير ما تحتاج اي حاجة من برا بكل سهولة ومن غير حتى ما يكون عندك اي خبرة في التصميم تقدر انك تختار التمبلتس الموجودة عندهم او حتى انك تستخدم الزكاء الاصطناعي في تصميم الويب سايت بتاعك بيوفروا لك اكتر من خطة تقدر تختار الخطة اللي تناسبك وما تنسوش تستخدمه كود الخصم بتاعي هتلاقوه تحت في الديسكريبشن وما تفوتوش عروض البلاك فرايدي ويلا بنا نرجع نكمل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكون معاكم مصطفى مكرم فيديو النهاردة عن موقع اسمه جاما الموقع ده فايدته انك بتقدر انك تكتب له اي توبيك انت عايزه يعمل لك عليه بريزنتيشن وهو بيحضر بقى الدياتا وبيعملك ديزاين هو الديزاين اه نص نص بس الميزة انك بتقدر انك تعدل على الديزاين ده تعدل على الخطوط تعدل على ملف الباوربوينت نفسه فالحكاية دي هتبقى مريحة قوي وهتختصر عليك تقريبا 50% من الشغل بتاعك يلا بنا نروح على الكمبيوتر اسم الموقع جاما ايب هتلاقوه تحت في الديسكريبشن لما بتخش على الموقع طبعا في خطة مدفوعة وفي خطة مجانية بيعملك هو بريزنتيشن لأي موضوع انت عايزه بأي لغة بتقدر انك تسجل عن طريق الايميل بتاعك بشكل فري بحيث تستخدم الخطة المجانية اللي انا هشتغل عليها النهاردة بعد ما بتسجل بايميلك بتروح على create a new بس تعالوا كده انا مثلا رحت قلت له انا عايزك تعمل لي presentation عن الفن الاسلامي وطلع لي ال data بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالوا نبص عليها بص مع بعض نشوف هو ايه هي المحاول اللي هو بيركز عليها اول حاجة هو بيديك مثلا ايه نبزة عن الموضوع الفن الاسلامي وبعد كده بيقول لي تعريف الفن الاسلامي بعد كده بيقول لي مقدمة عن الفن الاسلامي ومميزات الفن الاسلامي وانواع الفن الاسلامية اللي هي الزخرة في الاسلامية العمارة الاسلامية التصوير الفني الخط العربي وبعد كده تأثير الفن الاسلامي كل المعلومات دي على فاكرة انا بالنسبة لي في حاجات فيها جديدة اول مرة عرفها وهنا امثلة ليه الفن الاسلامي وكده احنا وصلنا لاخر العرض بتاعي حلو قوي يعني شايفين التفاصيل بتبقى عاملة ازاي تعالوا نروح نعمل create a new وبيطلع لي هنا خيارين خيار ال generate مع ال ai وفيه خيار اللي هو ال text transform انك بتحط له data وهو بيبدأ ان هو يجهز لك ال presentation تعالوا نروح على generate انا مش عارف حاجة هنا بتقدر انك تعمل presentation و document و web page بحيث لو حابب انك تعمل شكل او design لصفحة web وبتظهر لك الخيارات دي بروح هنا على اول خيار اللي هو ال presentation وبضغط عليه بالشكل ده هنا التوبك بتاعي بيقول لي انت حابب تتكلم عن ايه ممكن نقول له مثلا بتكتب بالعربي عادي تصميم المعمار بالشكل ده وبضغط enter بيطلع لي هنا بقى ايه التوبك اللي هو هيتكلم بيها او دي ال headline اللي هو هيتكلم بيها مقدمة حول التصميم المعماري تاريخ التصميم المعماري وتعريفه والتصميم المعماري الحديث والتصميم المعماري المستدام والبيئي وتحديات التصميم المعماري المستقبلية طبعا هنا بقدر ان انا اختار اللغة اللي انت هتختارها هيبدأ ان هو يعملك presentation بنفس اللغة دي لو انت ما عجبكش ده بتقول له try again لو عجبك بتقول له continue بتبدأ انك تكمل continue بالشكل ده بعد كده بقى بنيهلك بيقول لك اختار الشكل template او ال same بتاع ال presentation مثلا انت عايز ايه السام غامق فاتح ملون كلام ده كله مثلا وليكن انا هاخد ال same ده شكله حالو بعد كده بقول له continue بيبدأ بقى هو يحط لك بقى الصور ويعملك بقى ال presentation ويجهز لك عرض ال power point علشان لو انت حبيت تعرضه على power point بالشكل ده دلوقتي احنا عملنا presentation عن التصميم المعماري لو جيتوا تحسبوا الوقت اللي احنا خدناه مش هنكمل دقيقة بالظبط بقى فيه عندك ده تقدر انك تعدل عليها بعد كده يعني مش شرط انك تاخدها بنفس الشكل ده بس على الاقل بقى فيه عندك رؤوس اقلام بتقدر انك تتحرك فيها هنا بقى بيقولك طبعا باي مصطفى studio اللي هو الاسم او اليوزر اللي انا مسجل فيه وبيديك كل التفاصيل ديه طبعا بتقدر انك تعدل على لو في اي حاجة مكتوبة غلط بس الافضل بقى انا بحب انقل مرحلة التعديل للباوربوينت علشان تقدر من خلال انك تشيل بقى صورة تحط صورة من عندك تغير نوع الفونت نفسه بفونت موجودة عندك يعني بيبقى معاك الخيارات بشكل اكبر بعد ما بتخلص بقى كل ده بتروح هنا على share هنا عندي خيار اللي هو الاكسبورت بقدر ان انا اصدر بيدي اف علشان لو انت حابت تعرضه على بيدي اف او انك تصدره باوربوينت فلما بتصدر باوربوينت كل خيارات التعديل بتكون متاحة معاك وده اللي انا بفضل انك تصدر به هي دي فكرة الويب سايد بتاع النهاردة هو بالنسبة لي انا شايفه مفيد جدا وحيساعد ناس كتير اوي لو انت اتزنقت في الوقت في الختم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك